اهلا بكم متابعي قناة فروم مراكو في نشرة اخبارية جديدة وهذا ابرز عنوانها نهاية صادمة لمحاولة الصياقة في الاتجاه الممنوع بمراكوش ولن الى التفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوض اشتراك بالقناة واعجاب بالفيديو شهدت ذنقة الزرقتون المقابلة لسينما قوليزي بمراكوش في الساعات الاولى من صباح يوم التلتاء حديثة سير خطيرة اصفرت عن اصابة شخصين واحدات خسائر مادية فادحة وحسب شهود عيان ليكش 24 فان سائق سيارة في حالة سكر مرفوق بفتاة كان يسوق سيارته بسرعة في الاتجاه المعاكس في زنقة الزرقتوني قبل ان يفقد السيطرة عليها ويصطدم بمجموعة من السيارات المركونة وسيارات الازرة في محطة التاكسيات الصغيرة الى جانب ما حل به اسلحة الصيد والذخيرة الذي تعرض بدوره لخسائر مادية وقد خلف الحادث الى جانب الخسائر المادية اصابت شخصين احدهما ووصفت اصابته بالحرجة والذين نقل على وجه السرعة لتلقي علاج من مستعجلات مستشفى الرازي بينما باشرت مصالح الامن تحقيقها في ظروف وملابسات الحادث ويشار ان الحادث الصنفر السلطات وعناصر مسلحة حوادث السير وعناصر القوى العمومية التابعة للمنطقة الامنية الاولى والوقاية المدنية وتمت اثرها مباصرة الاجراءات القانونية رغم امتناع مرتكب الحادث في البداية عن الادلاء بوتاغقه كنتم مع نصرة اخبارية الى اللقاء